بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى نجتبى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أبدأ بسم الله مستعين راض به مدبرا معين والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفر وأستعينه على نجل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما صرمدا صلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد الآن يا أخوانا في بعض الأسئلة هقول لكم بس المختصر المفيد يعني كلمة والجواب عارفين يا أخوانا أنا كنت حابب هذا البلوك أو يعني هذا الملف كله الآن بي أم إي كنت حابب الكلمة والجواب بس أخوانا بنفاحش لازم أعطي بعض الشروحات لأن الكلمة والجواب أسهل يعني وين الكلمة المفتاحية في السؤال والجواب المهم طيب شخص عمره 31 سنة أجلك على العيادة عنده تمام عنده في تمام تمام نيولوجيكا عنده في الفيشيال إيخوانا إخوانا لما يقول لك لس أو تيست في الأنتيريور تو ثير أو دا تانج إذن أكيد هذا الشخص إخوانا عنده مشاكل في الفيشيال نيرف أصلا إخوانا من أول ما قال لك هنا إنه لقى لقى الجانب اليمين أوطى من الجانب الشمال هذا إخوانا برضو خلل في الفيشيال نيرف لو أنتوا شايفين هنا البل بلسي البل بلسي هل قدت حنشوف طيب هذا البيشيال ما بتحمل الصوت العالي هذا البيشيال ما بتحمل الصوت العالي طب كيف الحين أول إشي في حاجة زي ما احنا تقولنا البل بلسي البل بلسي بيكون عندي مشاكل في العصب السابع أو الفيشيال نيرف البلس بلسي شايفين إخوانا هذا الجهة lower than هذه الجهة شايفين إخوانا مش راح يقدر يسكر عينه widening في opening between the eye widening شايفين التجاعد اللي هنا راحت التجاعد اللي هنا ضلتها موجودة لكن يخوانا التجاعد اللي هنا صار طفلات هذا يخوانا أعراض الفيشيال طبعا البلس بلسي طبعا يخوانا في أنا عندي يخوانا عضلات في الأذن في مثلا عضلة التنسور تمبني مصل بديش بديش إياها تنسور التنسور تمبني مصل أعتقد والله أعلم بيجيها من المند من المند ديبيولار برانش من اللي ترى جي من النيرف بيجي لها التنسور تمبني مصل هذه العضلة بس أنا بديش هرقيت التنسور تمبني مصل أنا بدي هذ العضلة هذي مهم جدا مهم جدا وظيفة وظيفة لما أنت تسمع صوت عالي جدا بنت فحش هذا الصوت العالي جدا بقوته يدخل على الأذن على الأذن فطبعا للسبيل ياسمصل موجود في الأذن الوسطى في الميدل إير فبتقلل الاهتزازات أو بتقلل الصوت أو بتقلل حدة الصوت اللي رح يصل على الإنر إير فبيكون اللي واصل في الإنر إير الصوت أقل من اللي موجود في الميدل إير يعني لو أنت عندك مشكلة في الفيشيال نير بيصير يا إخوانا الأصوات أنت تسمحها بحقيقتها الصوت بيكون عاري أصلا إخوانا يعني باختصار شديد أنا ما بدي أفصل كتير عشان الوقت الستبيدياس مصل هذه الستبيدياس مصل بيجيها بلد سابلاي من استيبس نير اللي جاي من الفيشيال نير من الفيشيال نير هذه الستبيدياس مصل وظيفتها تقلل حدة الأصوات العالية لما بدها تدخل على الإنر إير طيب واحد عنده دمج في الفيشيال نير فالستبيدياس مصل مش رح تتغيي مش رح يعني حيكون فيلر في الاستبيدياس مصل وبالتالي مش رح يقدر يتحمل الإصوات العالية هيصير عنده هايبر أكوسيز هايبر أكوسيز طبعا مع العلم العصب السابع برضو بيغذي يا اخواننا اللاكريمالي جلاند الصبمانديبيولار سليفر جلاند يعني بيعطيهم بارة سيمباتاتيك انروفاشن يعني مثلا البلس بلسي هو فيشيال نيرف بلسي ممكن يا اخواننا يكون من ورا الري اكتيفاشن تبع الهيرفيس سيمليكس فيروس الري اكتيفاشن تبع الهيرفيس سيمليكس فيروس طيب واحد مثلا صار الري اكتيفاشن ممكن يعملك هيرفيس بلس بلسي بيكون عنده البيشانت ايبسي لاتيرال فيشيال ويكنس في الفورهيد ويكون عنده خلل في التيست وخلل في الهيرينك تمام الفيشيال نير سبلاي استبيدياس مصر اللهم صلي وسلم وذلك على نبيينا محمد طيب طفل عمره ثلاث سنوات اجالك على الفيزيشن ظهره من حني هزي برادر عنده هستوري في المصل ويكنس ومات من وراء النومونيا يعني طفل اجالك على العيادة عمره ثلاث سنوات ظهره من حني ظهره من حني يعني عضلات العضلات الظهر وعضلاته مش قادر يخليه يقف فصار ظهره ايش من حني اخوه كان عنده مشاكل في العضلات ومات من النيومونيا على عمر الاثناشر سنة عنده ويكنس في الهيب جيردل الكرياتينين كينيز عالي في البلد طبعا طيب الكرياتينين كينيز يعني هذه الاعراض من وراء حاجة بنسميها الدوشين ماسكولار ديستروفي الدوشين ماسكولار ديستروفي هو عبارة عن X-link recisive بواسطة ميوتاشن في الدوشين ماسكولار ديستروفي جين هذا الجين بيصير فيله خلل فبيصير ميوتاشن في هذا الجين فهذا الجين بيصير ميسفولدينج بروتين يعني هذا الجين اللي هو الدوشين ماسكولار ديستروفي جين هذا الجين يا اخواننا صار فيله ميوتاشن فلما أعطالك بروتين أعطالك ياميسفولدينج الميسفولدينج بروتين وين بتتجمع وين بتتجمع في الصيتو بلازم في الصيتو بلازم الميسفولدينج بروتين بتتجمع في الصيتو بلازم لأنه هي سنعة يعني انتم عارفين الجين بيكون موجود في النيوكلياس في الDNA بيعطيني mRNA بروح بطلع من النيوكلياس على الريبوزوم الريبوزوم بدي يعطي لك بروتين لكن يخوانا الجين فيه فالبروتين اللي طالع من الريبوزوم هيكون مسفولدد مسفولدد بروتين هذا المسفولدين بروتين لما يطلع من الريبوزوم هذا البروتين مش رح يقدر يسوي شغله فرح تلاقي البروتين هذا المسفولدد أكيوموليشن في السيتو بلازم ما هو طلع من الريبوزوم وين موجود في السيتو بلازم يعني سهل إن شاء الله طيب هذا البروتين إيش وظيفته وظيفته أنه يعمل يعني هذا البروتين إيش وظيفته يعمل أنكورينج للمصل أكتين فيلمنت يعمل أنكورينج للأكتين فيلمنت اللي موجود في المصل يعمل له أنكورينج مع البلازمة من برين طيب فلما يكون هذا البروتين مش موجود إذن أنكورينج مش رح يكون موجود إذن العضلات رح يكون فيها إيش ويكنس هذه العضلات في الأول بتكون في اللوور مثلا في اللوور لمب بعد كده بيصير أنا عندي ديليتد كارديو مايوباثي لأنه برضو الهارت عبارة عن مصل بعد كده بيصير ريسبايوراتوري إنصف في شنصي عشان الديافرام عبارة عن إيش مصل تمام الآن اللهم صلي وسلم وذارك على نبينا محمد في حاجة في هدول الأشخاص بيسموها كالف سودو هايبروتروفي إخوانا كالف هذه المنطقة هذه المنطقة هذه المنطقة بيسموها كالف شايفين إخوانا هي هايبروتروفي كبيرة كبيرة فممكن إخوانا إنه إنت تفكر العضلة هي كبيرة فعشان كده سموه سودو هايبروتروفي في الكالف في الكالف هذا مش العضلة الكبيرة إنما يخونا هنا فات فات فالفات عمل هذا إنه هايبر سودو هايبروتروفي شايفين كيف كالف سودو هايبروتروفي هدولا مش عضلات إنما يخونا فات طيب هالحين يخونا كيف بتصير العملية طيب المايوسايت هاي يخونا العضلة فيها خلايا المايوسايت تمام هاي طبعا المايوسايت بتتكون من الأكتين طيب هالحين هذا هو يخونا الأكتين الأكتين سايتو سكيليتون هذا هذا الشبكة هادي عبارة عن الأكتين تمام وهذا يخونا الديستروفين بروتين الدي أم دي جين لو في الوضع النورمال بيعطيلك ديستروفين بروتين الديستروفين بربط الأكتين مع مع البلازما ميمبرين هذا يخونا اللي هو المايوسايت ميمبرين أو ممكن تسميلي إياه البلازما ميمبرين البلازما ميمبرين في حاجة نسميها ديستروغلايكان كوملكس فالديستروفين بروتين بربط الأكتين مع الديستروغلايكان كوملكس هاي ربطهم شايفين هاي هاي أخونا ربطهم هاي ربطهم ربط الأكتين مع هذا طيب الديستروغلايكان كوملكس مرتبط مع الاكستراسليولار ماتريكس طيب يخونا ليش 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 عشان لما يخونا يصير أكتين كونتراكشن يعني كونتراكشن للعضلة يضلوا البلازما ميمبرين ثابت ما هو يخونا أنا رأى أنا اتخيل هنا فيه مثلا ديستروفين وهنا ديستروفين وهنا ديستروفين وهنا ديستروفين وهنا ديستروفين وهنا ديستروفين وهنا ديستروفين يعني البلازما ميمبرين ماسك فلما يصير كونتراكشن للعضلة البلازما ميمبرين مش رح يتقطع لأنه البلازما ميمبرين ممسوك بحبال لما يصير كونتراكشن للعضلة البلازما ميمبرين مش رح يتقطع لأنه البلازما ميمبرين لكن الأشخاص اللي بيكون عندهم خلل في الديستروفين بتلاقي الديستروفين ما قدر يعمل أنكورينج للأكتين سايتو اسكيلتون مع البلازمة ميمبرين فلما يصير مصل كونتراكشن شايفين البلازمة ميمبرين بتقطع لأنك انت رح تعمل مصل كونتراكشن فأكيد البلازمة ميمبرين يا اخواننا ايش رح يتقطع طيب لما يتقطع البلازمة ميمبرين ايش بيصير بيصير الشغلات اللي موجودة برة البلازمة ميمبرين تدخل زي مين زي الكاليسيوم الكاليسيوم موجود برة أكتر من جوه فرح يدخل الكاليسيوم لما بدخل الكاليسيوم بارتبط الكاليسيوم بالبروتياز البروتياز في الأول كان inactive لما أجل وارتبط عليه الكاليسيوم صار البروتياز active هذا يا اخواننا صار اكتف بروتياز البروتياز اسمه اكتيفيتد كاليسيوم ديبندن سليولار انزايم هذا هذا هدول عبارة عن البروتياز هدول البروتياز وظيفتهم تكسير البروتين من اسمه البروتياز degradation للبروتين الآن يا اخواننا في الوضع النورمل في الوضع النورمل الكاليسيوم بيكون موجود في الوضع النورمل بيعمل activation للبروتياز عشان يعمل degradation للup normal protein لكن هل قيتي انت دخلت كاليسيوم بشكل كبير بشكل abnormal فرح تعمل activation للبروتياز بشكل كبير البروتياز رح يعمل degradation للup normal protein وللnormal protein فالبروتياز رح يضل يكسر بروتينات العضلة بروتينات النورمل تبعت العضلة البروتياز رح يضل يكسر بروتينات العضلة عشان كده يا اخواننا العضلة رح تضعف طيب برضو يا اخواننا في العضلة العضلة زي ما انتم عارفين يا اخواننا العضلات فيها الكيراتينين كاينيز العضلات فيها الكيراتينين كاينيز الكيراتين كاينيز الكيراتين كاينيز بيكون داخل الخلية داخل خلايا العضلة من وراء هذا الفتحة في بيصير الكيراتين كاينيز يطلع برا خلايا العضلة فبتلاقي الكيراتين كاينيز مرتفع في البلد يخوانا انتم عارفين العضلات فيها كيراتين كاينيز فبطلع برا الخلية فبتلاقي الكيراتين كاينيز مرتفع في البلد ايضا يخوانا مش احنا توقلنا نقول بيصير ديجراديشن للبروتينات وبالتالي لما العضلة بروتيناتها تتكسر بيصير اخوانا damage للعضلة وdeath للعضلة لما بيصير death للعضلة بيجي بدلها يخوانا فات لما بيصير death للعضلة بيجي اخوانا بدلها ايش فبتلاقي اخوانا طبعا من هذه العضلات القلب والديافرام فباعد فترة القلب والديافرام بتأثر وكده بيكون يا اخوانا ايش الشخص كده المهم نيجي على السؤال هنا السؤال بيقول لك الكيرياتين كينيز مرتفع بيقول لك فيه أنا عندي خلل فيه المصل فيه الويكنس فيه الهب اخ تمام اذا انت عندك دوشين ماسكولر ديستروفي هذا البروتين بيصير الو اكيوموليشن في السايتو بلازم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اخوانا انتوا عارفين اللي بتحكم في حركة العين العضلات احد العضلات لترال ريكتاس مصل احد العضلات لترال ريكتاس مصل هاد اللترال ريكتاس مصل اللي بيغذيها العضب العصى السادس الابد يوسنت نيرف الابد يوسنت نيرف طيب اللترال ريكتاس مصل بيخلي العين تطلع لترال بيخلي العين تطلع ايش لترال تمام شخص عمره خمسين سنة تمام عنده in ability lift eye to look to the left هلقيتي لو هاد العين الاشمال وهاد العين اليمين هاي العين جوه وهاي العين جوه العين الاشمال لترال مش قادر تطلع ايش لترال تمام يعني مش قادر تطلع لترال يعني مش قادر تطلع شمال لكن العين اليمين ما فيها اي مشاكل مين من الكراني النيرف رح يكون فيه خلل اللي هو الابديوسنت نيرف هايو يخونا انتوا عارفين الابديوسنت نيرف هايو هيك هدول الاثنين هم الابديوسنت نيرف فالخلل رح يكون في رقم C شايفين هنا الشخص قدر يطلع لترال شايفين قدر يطلع لترال لكن في لما يكون عنده خلل في الابديوسنت نيرف مش رح يقدر يطلع لترال هالحين كيف بدأت سير العملية بس هو كيف يخونا لما انت بس هنا اشتغل على الرايت لما انا بدي اقول لك اطلع على اليمين عينك اليمين بتطلع هيك وعينك لشمال هتطلع هيك لما انا مثلا اقول لك اطلع لما انا مثلا اقول لك اطلع هنا فعينك اليمين هتطلع هيك وعينك لشمال هتطلع هيك لاحظ هذه العين كانت لترال يعني اتجاه العين لترال لكن هذه العين اتجاهها كان ميديل إخوانا هاي المنخار هاي النص هاي النوز لو العين اطلعت هيك إذن ميديل لو العين اطلعت هيك لبعيد إذن إيش لترال فأنا لما قلت للشخص خلي عينك لشمال تطلع شمال يعني تطلع لترال عينه لشمال أو خلينا على اليمين لا خلص خلينا على الاشمال عينه لشمال ما قدرتش تطلع لترال لكن عينه اليمين قدرت تطلع بس يعني كيف إخوانا لما أنا بقول لك اطلع شمال اطلع شمال عينك لشمال عشان تطلع شمال بدها تعمل لترال لكن عينك اليمين عشان بدها تطلع شمال بدها تعمل بدها تطلع يعني عينك اليمين عشان تطلع شمال بدها تعمل هلقيت الخلل وين في الابديوسن 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 نيرف بعمل فأنا لما قلت لك خلي عينك لشمال تطلع شمال العين لشمال ما قدرتش لأنه ما قدرتش تعمل لكن العين اليمين قدرت تطلع لناحية الشمال لأن العين اليمين لما بدها تطلع لناحية الشمال بتطلع بالأدكشن بالأدكشن أتمنى أكون وضحت السؤال يعني هذا هذا الشخص نفسه هذا الشخص نفسه لو أنا قلت له خلي عينك اليمين تطلع يمين حتلاقي عينه اليمين مش راح تقدر تطلع يمين لأنه مش راح تقدر تعمل لاتيرالي مش راح تقدر تعمل لكن حتلاقي عينه اليمين قدرت تطلع يمين لأنه العين اليمين لما بدها تطلع يمين بدها تعمل ميديا لي بدها تعمل فالخلل في الأبديوثنت اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد يخونا الدمل الدمل أو الحبة اللي بتطلع على إيدك هي عبارة عن إيش عبارة عن سكن كبر وعطاني حبة بس باختصار شديد يعني عبارة عن سكن تمام يعني اطلع هذا الدمل هذا الدمل لو أنا بدي أقول لك إصفه بدي أقول لي إيشي تطالع من السكن طيب يعني ممكن تقول لي دير ما تومة واحد قل لي أومة يعني كانصر بقول له لا لا أومة يعني إيشي تطالع يعني إيشي نافخ فدير ما تومة يعني إيشي تطالع لك من السكن إيشي تطالع لك من يعني يخونا مش منطق تقول لي والله هذا طالع من نيرف من الأعصاب أو من النيرون أو من اللي شوان سل أو تيجي تقول لي هذا طالع من العضلات أكيد حتقول لي هذا طالع من السكن يعني مش فهمين كيف نفس القضية هذه يخونا طبعا من سميه يخونا كاربينكل هيا كاربينكل هيا كاربينكل هيا هاي هادي الكاربينكل هادي يخونا الكاربينكل مثلا ممكن يكون أنت عندك مثلا إنفكشن في الهير فوليكل هذا الإنفكشن في نهاية المطاف عمل إكستيند للسرراوندينك تيشوز والصبكتيني وصفات هاي وهذا سرراوندينك تيشوز وصبكتيني وصفات يعني ما هو لما يكون الدمال يا اخوانا دماما ممكن يكون عندك هاي 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 يعني تطلع ايش مقول لك هانا الدرماتومة امبريولوجيكال البيكيسور جيف رايز من الدرمس بتطلع من الدرمس هذا بتطلع من الدرمس في الغالب نتيجة نتيجة الترقرينج بار الاستاف الاستاف الكوكس يعني الكاربينكل هي طالعة من الاسكن او طالعة من الدرمس نتيجة استيميوليشن ب الاستاف بالاستاف الكوكس طيب يعني نتيجة الانفكشن بالهير فوليكل لما يكون عندك انفكشن بالهير فوليكل واحد عمره خمس وخمسين سنة اجالك على الايادة لانه عنده لارج بينفول لامب في الرايب شولدر هذا اللامب عامل زي حبة البازيلة هذا اللامب حجمه زي حبة البازيلة لامب يعني اخوانا هيا حجمها زي حجم محبة البازيلة ورد تمام ما اخد علاج ما اخد ميديكيشن عنده الحرارة فيفر فيفر نتيجة انفكشن مثلا بالستاف اواريس اللي عمل للهير فوليكل انفكشن حجمها خمس سانطي. إنفلير. كار بينكل، خلص، كار بينكل، حي، كار بينكل، الدمال كار بينكل، أخوانا يعني دمال، كار بينكل يعرض أي أيش؟ دمال طبعا العلاج أعطيك له سيفالكزين السيفالكزين يخوانا هو اغاينست الاستاف اواريسdat اغانست الانفكشن هو اغانست الانفكشن ما هو احنا قلنا الكاربينكل او الدمال من وين طالع طالع نتيجة انفكشن بالستاف اواريس او الاستفلو كوكاس فانا عطيت له انتي بايوتك او السفا لكزين الكاربينكل البريكيرصور تبعو مين الاسكن الدرماتومة الكاربينكل اخوانا الكاربينكل الدمال البريكيرصور تبعو الاسكن اللهم صلي وصلي مبارك على نبينا محمد شخص امره 55 سنة اجا لك على الايادة عنده بلاستر راش في الباك بلاستر راش في الباك اعطيت له انتي فيرال ادراج انتي فيرال ادراج يا اخوانا انتوا عارفين في انا عندي الفاريزولة او الفاريزولة زوستر فايروس الفاريزولة في الاول يا اخوانا الانسان يصاب بالفاريزولة بعد كده بعد يعني مثلا اعتبر انسان انصاب بالفاريزولة فايروس على امر 20 سنة وتعالج اخذ انتي فيرال وايش وتعالج لكن الفاريزولة بيظلوا موجود يا اخوانا في جسم الانسان بيظلوا موجود في النيرون بيظلوا الفاريزولة موجود في النيرون في النيرون جانجيليا تمام بعد 20-30 سنة يعني مثلا على عمر 55 سنة بعد 35 سنة مثلا لما جهاز المناعة يضعف الفاريزولة بيصير له ري اكتيفاشن وبينشط من اول وجديد لكن بيكون اعنف من يعني بيكون اعنف من المرة الاولى لما بنشط من اول وجديد بيعملك الزوستر الزوستر او الحزام الناري هذا الحزام الناري يظهر على جلد المريض هذا هو ايش الحزام الناري الحين هذا هو الحزام الناري نتيجة لايش نتيجة انه الفيروس كان موجود في النيرف جانجيليا طيب كان موجود في النيرف جانجيليا وين بالضبط على تي 11 تي 11 او تي مثلا 12 ليش؟ لانه لو انت تلاحظ لما يكون تحت البطن هيا اخوانا الصرة الصرة او الامبلايكل بتكون على تي 10 لكن الزوستر كان تحت الامبلايكل يعني كان مثلا على تي 11 وعلى تي 12 هذا من البطن لكن من الظهر الزوستر كان هنا يعني على تي 11 وعلى تي 12 طلع من الظهر الزوستر كان هنا لكن من البطن كان الزوستر تحت الامبلايكل فاكيد يا اخوانا حيكون الفيروس حيكون الفيروس كان متخبي مثلا في تي 11 او تي 12 او تي مثلا كمان 10 برضو صح فلما صار الو ري اكتيفاشن دمر هدولا مثلا او عمل فيه اندمج وصار الزوستر هنا في هذه المنطقة physical examination finding photograph دراشر اللوكيشن تبع الدرماتومة اللوكيشن تي 11 اللوكيشن تي 11 طبعا نفعش اخوانا تقول تي 7 ورد تقول لي تي 1 يعني لو قلت تي 11 مقبولة تي 10 مقبولة تي 12 مقبولة لانه هو تحت الامبلايك هايو الهير بالزوستر انفكشن بيعملي درماتومة ديستريبيوشن ريزولت افروم فاريزولا فيروس ري اكتيفاشن اندادورسل روت جانجيليا اندادورسل يعني دورسل يعني سنسوري يعني في السنسوري تبعة الجانجيليا مش في الموتور اخوانا هذا السؤال انا بديش اياكم تقروه الا اطلعوا على الرسمة اطلعوا على الرسمة بتلاقوا الرسمة شارح السؤال هاي هادا الرسمة اوضح هادا عبارة عن ايش طيب هاي هادا الرسمة اوضح هادا عبارة عن ايش اخوانا هادا عبارة عن ساركوبس اسكبياي ساركوبس اسكبياي من الفرونتا ريفيو ومن الباك فانت اطلع على الرسمة تقريبا بتشبه هادول الرسمات تقريبا هي صحيح مش واضحة كتير لكن هيها ساركوبس اسكبياي ساركوبس هيا بتشبه هاد يا اخوانا ساركوبس اسكبياي خلص اذا هذا يعني يعني اطلع واحد عمره 8 سنوات طفل عنده راش واتشينج طبعا يا اخوانا انتوا عارفين السكابيز السكبياي او السكابي بيخلي الواحد يضلوا يحك السكابيز بتعمل سكين انفيكشن بواسطة المايت او الساركوبس اسكبياي بتخلي الواحد يخوانا يضلوا يحك يخوانا الجرب 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 بيخلي الواحد يضلوا يحك والجرب بنتقل من شخص الى اخر عن طريق سكين سكين كونتاكت يعني مثلا عن طريق الفاميلي منبر او عن طريق السكشول او عن طريق السكشول الكونفيرم دياغنوسيز في المايكروسكوب ممكن انت تلاقي المايتس اللي اللي هي سار كوبس اسكبياي او تلاقي الايج تبعت السكابيز او تلاقي الفيسز او تلاقي في الرايت ريست الراوند الويست تمام في الفوتو مايكروغرافي سكرابنج من الافيكتين اريا لقينا هذا ايش الكوزي الكوزي الورغانيزم سكرا سكر صار كوبس اسكبياي الجرب اخوانا بنتجر من الاسكن اسكن اسكن كونتكت اللهم صلي وصلي مبارك على نبينا محمد اخوانا المرأة لما تشتغل كتير لما تشتغل كتير ايدها من عند اصبع لبهان بيصير يجعها ايدها من عند اصبع لبهان بيصير يجعها نتيجة في التينو سينوفايتس التينو منسميها اخوانا التينو سينوفايتس او اسمه المشهور دي كيور فيان تينو سينوفايتس طب ايش هذا الحين اخوانا انت عندك هنا تندون وهنا تندون هذا التندون جاي من عضلة ال 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 لا مشان هنا اخوانا هاي تندون هاي عضلة وهي عضلة هدولا التنتين هاد العضلة اعتطلك ال ابداكتور بوليسس لونغس اعتطلك التندون وهاد العضلة اللي هي الاكستنسور بوليسس ابريفياس اعتطلك هذا التندون لما المرأة تضلها تشيل تشيل وتشيل 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 بتصير يا اخوانا هنا يصير وجع بيصير بين بين نتيجة انفلاميشن في هدولا التندون بين نتيجة انفلاميشن في هدولا التندون طبعا كيف بدك تعمل بتعمل بتعمل هاي دي كيور فيان تينوباثي انه هاي ابداكتور بوليسس لونغس اعطط لي هذا التندون الاكستنسور بوليسس فريفياس اعطط لي هذا التندون فمع انه المرأة تشيل 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 خاصة اخوانا بعد الولادة المرأة بعد الولادة بتضلها تشيل الابن او البنت بتضلها تحمل البيبي لانه البيبي ما برضى بسكت فبتلاقي وجع هنا نتيجة تينو سينوفايتس كيف انت بدك تعرف انه في وجع فعلا ولا لا بحاجة من سميها الفن كليستين تست الفن كليستين بقول للمرأة تحطي الثم جوه اليد هايو وبعد كده تضم الثم وتطعج ايدها زي هيك وتيجي تطعج ايد يعني تعمل الفلكشن للثم داخل البال وتعمل تطعج ايدها وتعمل ايدها تخلي انت كدكتور تجيب الايد ميديلي يعني تجيب الايد ايش اخوانا ميديلي فبيصير ايش بين وجع طبعا الحل هي يعني ايدها انفلاميشن نونستورويد دراج عشان خاطر ايش البين هاي اخوانا تينو سينوفايتست هاي احنا قلنا انفي الكنستين انو تحط الثم تحط الثم وتيجي ميديلي تيجي ميديلي ما علينا كتير نيجي نقرأ السؤال ومن عمرها ثلاثين سنة اجت لك على الفيزيشن لانو عنيدها ست اسابيع بين في الرايت ثم وفي البيز تبع الرايت ثم ما صار عنيدها ترومة في ايدها لكن هي الها ست شهور وهي دايما بتحمل ابنها الها ست شهور بتحمل ابنها في الرايت آرم في الرايت آرم التست انو تعمل فليكشن للثم تعمل فليكشن للثم بعد كده تعمل ألنر ديفيياشن يعني تعمل فليكشن وتيجي ميديل وتيجي ايش ميديل ألنر ديفياشن تيجي ميديل اذا كان في بين اذا اذا كان بوزيتف يعني في بين اذا هذا البين ناتج بين تينو ساينوفايتس اللهم صلي وصلي مبارك على نبينا محمد في حاجة اخواننا اللي هو رابدو مايو ساركوما كانصر بيكون في المصل بتكون المصل الكبيرة مليانة فات رابدو مايو ساركوما طبعا بتكون في الاسكريتا المصل كانصر بيكون في الكنكتف تشوز في الاسكريتا المصل هذا الكنصر بيخلي العضل كبيرة مليانة فات كبيرة تمام ممكن يخواننا لو انتوا تلاحظوا ممكن يصيب عضلات الأوربت عضلات الجينو يوريناري تراكت عضلات الليمب تمام البلدر البروستيت أنا بدي أرك يعني الرابدو مايو ساركوما ممكن يصيب عضلات العين البارة منينجيل هدول العضلات تابعون الصدر عضلات جينو يوريناري زي البلدر زي البروستيت ما هو البلدر والبروستيت عبارة عن عضلة البلدر والبروستيت عبارة عن عضلات يعني البلدر فيها عضلات والبروستيت فيها عضلات وممكن يصيب اللمب طيب ممكن يصيب إيش الاكسترميتي هالحين هالحين هذا يخونا السياتيك نيرف هايو السياتيك نيرف طبعا السياتيك نيرف بيعطيني الكومون بيرونيا نيرف اللي راح ينقسم إلى قسمين سوبرفيشيال يعني راح يعطيني تيبيال نيرف ورح يعطيني ديب بيرونيا نيرف اللي طبعا في الفصة البوبليتيال فصة أنا ما علي في هذا كله المهم هاي هذا السياتيك نيرف تخير يخونا لو كان الرابده ما يصار كومة في عضلات اللور اكسترميتي ممكن يخونا يكون مثلا في العضلة هذه يعني العضلة لما تكون كبيرة تكون مثلا ملياني فات ملياني كونكتف تيشوز ملياني كبيرة تكون العضلة تعمل على السياتيك نيرف تعمل على السياتيك نيرف فانت رح تفقد السينسيشن من الرجل من برة من البوستيريور من البوستيريور انت رح تفقد السينسيشن من السياتيك نيرف من أعظم النيرف اللي موجود في الرجل طلعا هيا أخواننا السياتيك نيرف كل هذول الألوان بغذيهم السياتيك نيرفي أخواننا بس مثلا هذا اللون اللون الأصفر الأحمر الأخضر هذا اللون يعني المهم كل هم بغذيهم السياتيك نيرف فلما تعمل الكمبريشن عليه طلع السياتيك نيرف ترفل بستيريور في الطاي وبنقسم إلى كومون بيرونيال نيرف وتيبيال نيرف النرفيتد الهامسترينج الهامسترينج مصل والنرفيتنج المصل بلوو الني يعني بغذي الهامسترينج مصل الهامسترينج مصل وبيغذي المصل اللي تحت النيف وبيعطيني سينسيشن لللوور ما عدا الميديال ليك يعني ما عدا في الميديال الميديال مش لقله الميديال مش لقله لكن السياتيك نيرف يعمل لك سينسيشن لللوور اكستريني في السياتيك نيرف هيعمل لي ويكنس للهيب اكستنشن ويكنس للني للأنكل لكل يعني لكل شي طيب واحد عمره 35 سنة اجيلك على عنده يعني من البستيريور كبيرة من البستيريور كبيرة وعنده في 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 الاكزامينيشن لقينا سبعة صانتي هارد نن موبايل في 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 هذا الشخص عنده رابده ما يصر كومة يعني الرابده اصلا طلع شايفين كيف كيف الثاي هيا كيف الثاي الثاي كبيرة كبيرة رابده ما يصر كومة عنده رابده ما يصر كومة في الثاي فلما عمل رابده ما يصر كومة عمل كومبريشن للسياتيك نيرف رح يعمل لك compression لسياتك نيرف لما عمل لك compression لسياتك نيرف عمل لك انه weakness في left thigh والsensation راح في left thigh decrease posterior thigh sensation تمام نتيجة compression على السياتك نيرف نتيجة الرابد وما يوصيكوما يعني enlargement في الباك تبعة الثاي كانت هذه عبارة عن رابد ومايو صاركوما اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اخوانا الدنيا الصبح وانا ما افطرتش فيعني بدي ااكل خوخ يعني بدي خوخ اهلا وسهلا بس يلحق حاله لانه انا ما اشتريتش كتير فلو ما لحقش حاله وما اخدش خوخ مش هيضل بس برضو يكتب لي في التعليقات وحاجب له طبعا هحسابه كلش هحسابه الخوخ من الفواكه الزاكه بيشانت عمره 8 سنين اجاه لك على الفيزيشن عنده ديفي كارت فيه السبرينتينج هو يعني بيقدر يمشي بس ما بيعملش فيجوراس يعني يعني بيقدر كيف يعني العضلة يعني قل له هاك الصحن بيجبل لك الصحن لكن قل له احمل 10 كيلو بيقدرش طبعا هو صغير احمل كيلو بيقدرش جبل لي الشوكه بيجبل لك الشوكه يعني الاكسرسايز البسيطة بيعملها لكن الاكسرسايز الفيجوراس ما بيقدر ايش يعملها عمل الاكسرسايز في الابر رايت ابر اكستريميتي واخدنا بلط سامبل في مكان في الفيجوراس يعني مثلا هو عمل اكسرسايز بايده الرايت بايده الرايت من الفيجوراس اخدنا سامبل ما لاجناش زيادة ناط انكريز في اللاكتك اسد ما لاجناش زيادة في اللاكتك اسد هذا الشخص من ايش بيعاني عنده انبور ايرور ميتابوليزم في الاسكيليتر مصر طب ايش هو يعني حقيت هذا الشخص اخوانا بيقدر يعمل الحاجات البسيطة لكن الحاجات الفيجوراس ما بيقدر يعمل العضل بتتعب بيصير الها اكرامينج بيصير فتيك طيب لما خليته يحرك ايده اليمين بسرعة او بقوة واخدت عينه ما لاجيتش انا عندي لاكتك اسد ما لاجيتش انا عندي لاكتك اسد طيب هلاجيت هذا ايش ايش حيكون عنده الخلل هذا حيكون عنده الخلل في الجلايكوجين العضلة العضلة في بداية الامر لما بدها تعمل contraction او exercise اول ايش انا بحتاج لجلوكوز اول ايش العضلة بتكسر لجلوكوز لكن بعد كده بتصير العضلة يعني في بداية الاكسرسايز بحتاج لجلوكوز لكن بعد كده بحتاج لجلايكوجين يتكسر واحصل منه على طاقة هذا الشخص لما بيعمل exercise في بداية الامر بيقدر لانه بيقدر يكسر لجلوكوز لكن بعد كده ما بيقدر يكسر لجلايكوجين ما بيقدر يكسر لجلايكوجين وبالتالي عنده خلل في تكسير لجلايكوجين وبالتالي ما بيقدر يكمل في الاكسرسايز ما بيقدر يكمل في الكنتراكشن والمصر لانه ما بيقدر يحصل على الطاقة من لجلايكوجين طب كيف هذا المنسمي يا اخواننا لجلايكوجين storage disease type 5 الميك عردل disease بيكون الخلل في الميو فوسفوريليز انظيم بيكون الخلل انه الاسكريتا المصل جلايكوجين فوسفوريليز انظيم يعني بيكون الخلل في ميو يعني مصل فوسفوريليز انظيم دفيش ينصي هذا الفوسفوريليز انظيم بيقدر يكسر الواحد يعني بيقدر يعمل hydrolyze للواحد اربع glycosidic bond عشان يعطيني اجلوكوز واحد فاسفيت يخواننا الاجلايكوجين عبارة عن اجلوكوز مرتبط مع بعض يعني اجلوكوز مع اجلوكوز مع اجلوكوز مع اجلوكوز مع اجلوكوز مع اجلوكوز بواحد اربع يعني هنا مثلا اعتبر واحد وهنا اربع هنا واحد وهنا اربع هنا واحد يعني الاجلوكوز برتبط ببوند او glycosidic bond يخواننا اجلوكوز مع اجلوكوز مع اجلوكوز مع اجلوكوز بيعطيني غلايكوجين الاجلوكوز لما بده يتطبط مع اجلوكوز برتبط ب او يعني هذا الرابط هذا الرابط هذا الرابط عبارة عن ربطت بين طبعا انت بتلاقي آلاف مرتبط مع بعضه البعض طبعا اخواننا في الجليكوزين بتلاقي برانش مثلا طالع مثلا طالع من هنا برانش عشان يجي يرتبط كمان الجليكوز البرانش بيكون 1-6 1-6 انا ما علي هالحين هيجي انزايم هيجي انزايم يضيف مجموعة فسفيت عشان يخواننا يقص هذا الجليكوز اسمه فسفوريليز اسمه بيقص بالفسفيت يعني بدي يجي انزايم يقص هذا الجليكوز بس ايش بدي يضيف فسفيت فلما بدي يقص الجليكوز هيعطيني الجليكوز واحد فسفيت الجليكوز واحد فسفيت العضة اللي بتستخدمه عشان تحصل على ايش الطاقة طيب اتخيل لو انه الفسفوريليز انزايم مش موجود هيضله الجليكوز يعني هيضله الجليكوز متماسك وانت مش قادر تحصل على الجليكوز ما هو يخواننا الحين الجليكوز وهو هيك وهو الف جزء او الاف جزء جليكوز في بعض كيف انت بدك تقدر تكسر الجليكوز مش رح تقدر طب الحال الحال انه انت هذا الجليكوز تكسره الى جليكوز يخواننا الجليكوز عبارة عن الاف من جزيئات الجليكوز في بعض انت ما بتقدر تستخدم الجليكوز الا تكسره الا ايش تكسره فانت بتصير تكسر كل الجليكوز على حدة اللي بدي يكسر كل الجليكوز على حدة هو الفوسفوريليز انزايم لانه رح يضيف لك مجموعة فاسفيت فرح يكسر الجليكوزيدك بوند لما بيكسر بيعمل هيدروليسز للجليكوزيدك بوند بيعمل للجليكوز واحد فاسفيت لكن فاسفيت لكن لما يكون عنده خلل في هذا الانزايم اذا انت مش رح تقدر تكسر الجليكوزين الجليكوزين يعني تطلع هاي الجليكوزين بيجي الفوسفوريليز انزايم بيكسر الجليكوزين الى جلوكوز واحد فاسفيت الجلوكوز في واحد فاسفيت انت ممكن تحصل منه على طاقة طبعا بالجليكو لايسز وكمان بيعطي لك لاكتك اسد بيعطي لك لاكتك ايش اسد كمان في العضلات الجلوكوز واحد فاسفيت في العضلات وفي الابرين بيعطي لك طاقة وبيعطي لك لاكتك اسد في العضلات تمام طيب اذا هذا الانزايم مش موجود اذا الجليكو جين رح يضل الجليكو جين مش رح يتكسر اذا هذا كله مش رح يكون ايش موجود اذا لا حتلاقي طاقة ولا حتلاقي لاكتك اسد في العضلات اذا الخلل رح يكون في الجليكو جين يولايسز في تكسير الجليكو جين هو عبارة عن الجليكو جين ستوريج ديسيز ميك اردل ديسيز ابسينس او انصفشنس في المي وفوسفوريليز انزيم طبعا السمتم اير لي مصف الفتيك وكرامبينج طبعا مش رح تلاقي ابسينت للاكتك اسد اثناء الاكسرسايز لانه مصارش كيف بدي يعطيك لاكتك اسد رح تلاقي الامونيا مرتفع في البلد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد هذا السؤال يا اخواننا كبير 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 اكتر ما تتصوره لكن ممكن بكلمة واحدة تحله بكلمة واحدة بس راجد ريد ريد فايبر هذه الكلمة كفيلة اتحل لك السؤال لما انا اخذت مص البيوبسي لقيت راجد او رجد ريد فايبر راجد ريد فايبر يعني انت عندك مشاكل في الميتو كندرية تبعة العضلة راجد ريد فايبر انت عندك مشاكل في الميتو كندرية تبعة العضلة هاي هذا اخوانها هذا اللون الاحمر هو الراجد ريد فايبر طبعا اللون الازرق العضلة. هذا اللون الاحمر رجد ريد فايبر. طبعا اللون الازرق العضلة. رجد ريد فايبر. رجد هيها. شايفين الرجد ريد فايبر. ايش هو الرجد ريد فايبر? هو عبارة عن اكيوموريشن ابنورمال ميتوكندرية. ابنورمال ميتوكندرية. بلو البلازمة ميمبرين في المصل فايبر. في المصل فايبر. وكل مكان الرجد ريد فايبر اكتر. كل مكان السيفليتي تبعت الديسيز اكتر. يعني ابنورمال في الميتوكندرية بتتجمع بتعطيلك رجد ريد فايبر. في العضلة في البلازمان ميمبرين تبع العضلة بتجمع ميتوكنداريا أبنورمل بيعطيني رجل ريت فايبر إذن هذا الشخص إيش عنده ميتوكنداريا مايوباثي إخوانا لما بيكون عندك ميتوكنداريا مايوباثي في الغالب هل قيتي في الميتوكنداريا هل حين إخوانا إبروتينات الميتوكنداريا هل قيتي الميتوكنداريا عندها مثلا إلكترون ترانسبورتي تشين والفسفوريليز إنزيم وعشان تعطيني الـ ATB طبعا في أنت عندك إنزيمات بتشتغل عشان في نهاية المطاف تعطيلك ATP هذه الإنزيمات موجودة في الميتوكنداريا مثلا زي السيتوكروم زي السيتوكرومات اللي موجودة فيه الإلكترون ترانسبورتي تشين عشان في نهاية المطاف تعطيلك ATP هذه البروتينات أو هذه الإنزيمات من اللي بصنعها ممكنين إما للنيوكرياس وإما الميتوكنداريا الميتوكنداريا عنينها DNA قادر إنه يصنع إبروتينات بعض إبروتينات الميتوكنداريا والنيوكرياس بتصنع بعض إبروتينات إيش برضو الميتوكندرية فممكن يكون خلل في الـDNA اللي موجود في الميتوكندرية اللي بيصنع بعض إبروتينات الميتوكندرية فيصير عند هذا الشخص ميتوكندرية مايوباثي فمش راح يقدر يصنع ATP فرح يكون عنده خلل في الطاقة خلل في الطاقة لما يكون خلل في الطاقة في العضلات بيصير ويكنس وكنا نسمي هذه إنهريتاند ميتوكندرية وهنا إنه لما الأب يكون مصاب ما بيقدر ينقل المرض لأولاده لكن لو الأم مصابة بتنقل المرض لأولادها كلهم لما يكون الخلل في الميتوكندرية DNA في الميتوكندرية بنسميها ميتوكندرية إحنا قلنا لنيوكلياس الـDNA تبع لنيوكلياس برضو بيصنع بروتينات هذه البروتينات بتروح على الميتوكندرية وإلها شغل في الميتوكندرية في عملية إنتاج الطاقة وـATB يخونا عملية الـATB وإنتاج الطاقة عملية معقدة جدا فبيدها بروتينات وإنظيمات كتير هذه البروتينات بعضها بصنحها الميتوكندرية لـDNA وبعضها بصنحها الـNuclear DNA لما بيكون ميوتاشن في الـNuclear DNA اللي بيصنع اللي في نهاية المطاف رح يعطيني بروتينات للميتوكندرية أو إنظيمات للميتوكندرية لما يكون ميوتاشن ممكن هذا الميوتاشن يكون Auto-Zomal Dominant وـAuto-Zomal Resistive طيب خلل في عضلات الميتوكندرية إيش رح يعطي لك الميتوكندرية مسؤولة عن إنتاج الطاقة في العضلات وبالتالي لما يكون عندك خلل في الميتوكندرية حيكون weakness في العضلات من هذه العضلات عضلات العين من هذه العضلات عضلات العين فبتلاقي العين مش قادر تتحرك العين مش قادر تتحرك تقول له تطلع يمين أو تطلع شمال أو تطلع فوق أو تطلع تحت مش قادر تتحرك العين كمان بيصير بتوسز للعين بيصير بتوسز للعين وممكن يا إخوانا يصير Diplopia ممكن يصير إيش Diplopia هدولا Progressive External Ophthalmology Progressive External Ophthalmology اللي بتحكم في العضلات حوالين العين وعضلات العين ممكن يصير بتوسز Dropling لالأي ليد نتيجة أنه أنا مش قادر أرفع لأنه في أنا عندي خلل في الميتوكندرية في خلل في الطاقة في خلل في العضلات أو برضو يا إخوانا حيكون عندك خلل في عضلات الوجه خلل في عضلات الوجه برضو يا إخوانا حيكون عندك خلل في الـ Swallowing وخلل في الـ Speech انت كيف بدك تتكلم إذا عضلات التكلم ضعيفة في أنا عندي خلل في الميتوكندرية إذا خلل في الـ ATB إذا العضلات فيش فيها ATB كتيرة إذا مش رح تقدر تعمل Swallowing مش رح تقدر تتكلم كويس خلل في الـ Chest Wall خلل في التنفس في الـ Diophram خلل في الإيدين والرجلين انت مش رح تقدر تمشي كويس تمام أنا إخوانا كعبد الرازق أول ما أشوف Rigid Red Fiber ميتوكندرية المايوباثي خلل في الميتوكندرية اتجمعت فأعطتني Rigid Red Fiber ميتوكندرية المايوباثي هي طبعا الميتوكندرية المايوباثي أمراض كتيرة مش مرض ولا ممكن الميتوكندرية المايوباثي الميتوكندرية المايوباثي مش عارف في وين مرض كتيرة ممكن تكون ميتوكندرية المايوباثي تعطيني Rigid Red Fiber في المصل ممكن يكون خلل في الإنظيمات تبعت الميتوكندرية المايوباثي تمام واحد أمره تسع سنوات أجالك على الفيزيشن مع أمه عنده يعني يعني إخواننا مش قادر يحرك رجله كويس عنده فتيك لأنه عنده خلل في عضلات الوجه بتعب من أول ما بده يعمل عنده عنده بتوسس في العين عنده و هوريزنتل جيز إخواننا جيز يعني يعني العين مش قادر تتحرك إذا العين مش قادر تتحرك يمين وشمال يعني العين مش قادر تتحرك يمين وشمال بسميه هوريزنتل إذا مش قادر تتحرك لفوق و لتحت بسميه عنده خلل فيه الكلام ما بيقدر يتكلم كويس كل هذا إخواننا أعراض الميتوكندريال مايوباثي اللهم صلي وصلم وبارك على نبينا محمد اريد الميتوك تحرك من الميتوك من الميتوك نبينا من الميتوك دقيقة زاد الى 15 لتر في الدقيقة السيريبرال بريفيوجين براشر هاز ريمين كونستنت كيف السيريبرال بريفيوجين براشر ريمين كونستنت يخونا المين ارتيريال براشر يعني البراشر ايش بدي يساوي الكارديك اوتبوت ضرب السيستيميك فاسكولار ريزيستانت يعني البراشر بدي يساوي كارديك اوتبوت ضرب الريزيستانت لما الكارديك اوتبوت يزيد من 5 الى 15 عشان احافظ على ابراشر ثابت فانه الريزيستانت رح يتقل فرح يصير فازو دايليشن عشان احافظ على ضغط او ابراشر ثابت هذا في معظم الورغان لكن في البرين تشوف ايش بصير لما الكارديك اوتبوت زاد في البرين لما الكارديك اوتبوت زاد في البرين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد البرين منطقة مغلقة البرين منطقة مغلقة فلما الكارديك اوتبوت زاد في البرين البراشر زاد في البرين تمام الحين اللي بتحكم في البرين يا اخواننا اللي هو السريبرال بريفيوجين براشر اللي بتحكم في البرين السريبرال بريفيوجين براشر سريبرال بريفيوجين براشر هو السريبرال اوتو ريجيوريشن لازم السريبرال بريفيوجين براشر يضلو within النورمال رينج يعني في البرين انا بخاف من السريبرال بريفيوجين طيب لما المين طبعا ارتيريال ابرشر السريبرال بريثيوجين ابرشر بدي يساوي المين ارتيريال ابرشر ناقص الانترا اكرينيال ابرشر يعني لما السريبرال لما المين ارتيريال ابرشر زاد الانترا اكرينيال ابرشر قل الانترا اكرينيال ابرشر ايش لما أنا بدي أعمل هيك بلاقي السريبرال بريفيوجين برشر وصل للسماء فهو خطأ هو إيش خلونا نعيد يا إخوان اللي بتحكم في البرين السريبرال بريفيوجين برشر بدي يساوي المين ارتيريال برشر ناقص الانترا كرينيال برشر لما الكارديك آوتبوت زاد فإنه المين في البرين أنا بتكلم فإنه المين ارتيريال برشر زاد طب كيف بدي أخلي السريبرال بريفيوجين برشر ثابت أو within the normal range ما يتأثرش كتير لازم الانترا كرينيال برشر تزيد لازم الانترا كرينيال برشر تزيد طب كيف بدك تزود الانترا كرينيال برشر بالفازو ديليشن وقع بالفازو كونسريكشن آسف آسف بالفازو كونسريكشن لما أنت تعمل فازو كونسريكشن فإنه الانترا كرينيال برشر بزيد أعيد يا أخوانا المين ارتيريال برشر بده يساوي كارديك آوتبوت ضرب الريزيستنت توتل بريفرال ريزيستنت التوتل بريفرال ريزيستنت توتل بريفرال ريزيستنت أو سيستيميك فازكولار ريزيستنت المهم الريزيستنت في معظم الأورغان في معظم الأورغان أنا بدي أحافظ أنه المين أرتيريال برشر يضلوا within نورمال رينج فلما الكارديك آوتبوت زاد التوتل بريفرال ريزيستنت قلت فصار بازو دايليشن بازو دايليشن فالمين أرتيريال إبرشر ضلوا within the normal رينج يعني ضلوا تقريبا ثابت هذا في معظم الأورغان عدى لبرين عدى الدماغ في الدماغ اللي أنا بخاف عليه وبيدي أخليه ثابت السريبرال بريفيوجEN إبرشر السريبرال بريفيوجن إبرشر سريبرال ودي يساوي المين أرتيريال إبرشر ناقص الانترا الكرينيال يعني السريبرال بريفيوجين الضغط في الجسم كله ناقص الضغط في البرين المين ارتيريا البرشر الضغط في البلاد فيزل ناقص الضغط داخل البرين الضغط داخل البرين لما الكارديك اوتبوت زاد فالدم اللي رايح للبنين زاد والمين أرتيريا لبرشر زاد فأنا عشان أحافظ أن السيربرال بريثيوجين برشر يضل في النورمل يضل في السليم لازم الإنترا الكرينيا لبرشر يزيد طبعا بناتهم يا أخوانا إشارة ناقص بناتهم إشارة ناقص فلما هذا فلما المين أرتيريا برشر زاد والإنترا كرينيا برشر زاد السيربرال بريثيوجين برشر ضلو ثابت الإنترا كرينيا لبرشر كيف بزيد الإنترا كرينيا برشر كيف بزيد لما أنت بدك تعمل ضازو كونستريكشن لما بدك تعمل مايوجينيك أرتيريولال كونستريكشن مايوجينيك أرتيريورال كونستريكشن عشان أعمل سيربرال بريثيوجين برشر في الريلاتيف كونستانت هذا السؤال يا إخوانا تسهل إن شاء الله يعني الواحد مش راح يتغلب كتير شخص عمره 58 سنة عمره 84 سنة أجانا على الإمرجنسي خلال 30 دقيقة عنده سنكوب كان عنده سنكوب لقينا عنده ميكزومة في الليفت آتريام هذا التيومور أنا بدي أشيله أنا بدي إيش أشيله وبدي أدخل عملية عن طريق يعني بدي أدخل عملية من الرايت آتريام وأدخل من الانترا آتريال سيبتم يعني أنا عندي إخوانا ميكزومة في الليفت آتريام ميكزومة في الليفت آتريام عشان أشيل الميكزومة بدي أدخل من الرايت آتريام وأدخل من الانتر آتريال سيبتم عشان أدخل على الليفت آتريام على هذا التيومور على هذا إيش لتيومور عشان أدخل على الليفت آتريام على هذا الميكزومة في الانتر مين من المنطقة اللي لازم أتجنبها 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 عشان أتجنب الإنجري للقلب للكاردياك كوندكتد كوندكشن سيستم يعني لما أنا يا إخوانا دخلت من الرايت آتريام وبعد كده على الانتر آتريال عشان أدخل على في منطقة يخوانا في منطقة في الرايت آتريام قريبة من الانتر آتريال لازم تتجنبها إياك تدخل من عندها لأنك لو دخلت عند عندها وصار إنجري رح يصير خلل في الكاردياك كوندكتنج سيستم ويصير عند المريض خلل في الكاردياك كوندكتنج سيستم من هذه المنطقة هاي الرايت آتريام هاي الرايت آتريام هاي الليفت آتريام المنطقة هايها هذي هذي المنطقة هذه المنطقة شايفين هي في الرايت آتريام لكن قريبة في الانتر آتريال سيبتة هذه المنطقة يا أخوانا لازم تتجنبها هاي هاي الافي نود لازم تتجنبها لأنه لو انت دخلت من عندها وعملت إنجري مصيبة على الكوندكتن تبع القلب طيب هذي المنطقة الافي نود وين بتكون شايفين هذي يا أخوانا هذي الابنينج تبعت الكوروناري ساينوسز يعني الكوروناري فين أو الكوروناري ساينوسز الابن تبعته هايها لو انت تلاحظ الابن تبعت الكوروناري ساينوسز جريبة من الافي نود الافي نود يخوانا هنا أو خلينا نعلمها بلون الافي نود هايها فبتكون الافي نود انفيريور لالابنينج تبعت الكوروناري ساينوسز فالمنطقة اللي انت لازم تتجنبها اللي هو الافي نود اللي هو بوستيريور انفيريور اباظ للأوبنينج تبعت الكوروناري ساينوسز بتكون اباظ مش بلو بتكون اباظ للأوبنينج تبعت الكوروناري ساينوسز يعني عند منطقة الكوروناري ساينوسز عند منطقة الكوروناري ساينوسز منطقة اباظ الكوروناري ساينوسز هتلاقي الافي نود الافي نود موجودة في البوستيريور انفيريور ريجون من الright atrium الAV node موجودة من البوستيريو inferior region من الright atrium above الcoronary sinuses هذا الACG اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد تعالوا لو نتطلع عليه طبعا يا إخوانا هذا lead 2 ركزه lead 2 أنا ما بدي يعني نتغلب كتير بس اللي بدي أقوله اتطلع بين الR والR بتلاقي المسافات من هان لهان بدها تساوي المسافة من هان لهان فمن R لR بده يساوي من R لR تمام طيب اتطلع يا إخوانا المسافة من B لB هي بس هذه هتكون يعني الB هتكون في الR في جوه الR جوه الR اتطلعوا المسافات من B لB هتلاقوا يا إخوانا المسافة من B لB متساوية والمسافة من R لR متساوية ايش هلاحظ هلاحظ طبعا يا إخوانا لما نقول إحنا من R لR يعني ventricle contraction طبعا وحتلاقي إخوانا أنت عندك Bradycardia Bradycardia للventricular ventricular Bradycardia هذا اللي يا إخوانا المنسميه third degree AV block third degree AV block ايش يعني third degree AV block الأصل الأسي نود تبعث الإشارات لل AV نود ال AV نود تعمل delayed عشان ال right وال left atrium يصير لهم contraction بعد كده ال AV نود بتودي على ال ال الهس وبعد كده البركنجو فيبر البندل يعني ال AV نود بتودي على البندل أوف هس بعد كده على البركنجو فيبر بعد كده بيصير contraction لل ventricle هذا يخوانا في الوضع النورمل لكن لما يكون أنا عندي يخوانا ابلوك بال AV بال AV نود لما يكون عندك بلوك لل AV نود بيصير ال atrium يعمل contraction لحاله وال ventricle بتصير البندل أوف هس هي اللي تعمل contraction البندل أو البركنجي فيبر هي اللي تعمل هي اللي تعمل الإشارات يعني كيف الأصل في الوضع النورمال الأصل في الوضع النورمال الأس نود هي يخوانا اللي بترسل الإشارات على l-AV نود بعد كده l-AV نود على ventricle على البركنجي فيبر عشان يصير contraction لكن لما أنت تعمل لي block في l-AV نود بيصير الأس نود لما بدها ترسل الإشارات ترسل الإشارات بس لل atrium ترسل الإشارات بس لل atrium لأن الأس نود مش رح تقدر توصل الإشارات لل ventricle لأن l-AV نود بلوك مسكرة بلوك طيب oped ventricle كيف بدو يعمل contraction بسير البquent جفايبر أو البندر أو بيصير البركنجي هي اللي تعمل الإشارات بيصير البركنجي هي اللي تعمل الإشارات بتعملي الإشارات بعد كده بتوصل لما تعمل الإشارات بتوصل الإشارات على ventricle عشان يصير فالفنتريكل بعمل لوحده والآتريان بعمل لوحده ملهم مش دخل في بعض بالمرة ملهم مش دخل في بعض بالمرة هالحين البركنجي لما بدها تعمل الإشارات بتكون بطيئة مش زي الأسينود الأسينود لما تعمل الإشارات بتعمل سريعة لكن البركنجي لما بدها تعمل الإشارات بتكون بطيئة عشان كده بتلاقي فينتريكيولر إبراديكارديا تمام البركنجي لما بتعمل الإشارات بتعملها بانتظام يعني كل دقيقة خمسين إشارة أو أربعين إشارة أربعين مش خمسين خلينا نقول أربعين خلينا نقول أربعين نبضة فكل دقيقة الفينتريكيل بيعمل كونتراكشن أربعين مرة الآتريام أسرع الآتريام قول كل مرة بيعمل سبعين نبضة أو تمانين لأن الآتريام من الأسينود طيب الآن الفينتريكيل منتظم كل دقيقة أربعين مرة كل دقيقة منتظم فرح تلاقي من آر لآر إشي منتظم الآتريام أسينود برضو منتظم الأسينود كل دقيقة قول تمانين نبضة للآتريام كل دقيقة فالأسينود بتظل تطلع كل دقيقة تمانين إشارة تمانين إشارة تمانين إشارة تمانين إشارة يعني منتظم فحتلقي من بي لبي بدي يساوي من بي لبي ومن آر لآر بدي يساوي من آر لآر هذا يا أخوانا اللي منسميه ثيرد دي جري اي في بلوك ثيرد دي جري وليس سكند دي جري لاحظ ثيرد دي جري إخوانا هادا السؤال كله بدي شية كله 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 بدي شية بدي شغل وحده لتراي إجليسرايد ميتي ألفين ميلي جرام بير دي سي ليتر لتراي إجليسرايد ألفين ميلي جرام بير دي سي ليتر يخوانا النورمال قديش يكون في البلد مي وخمسين النورمال لتراي إجليسرايد مي وخمسين اتخيل يكون ألفين يعني لتراي إجليسرايد مرتفع في البلد بشكل كبير جدا 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 طب إيش الحل الحل تعطي دواء من عائلة الفايبريك أسد ديريفاتيب هذا الفايبريك أسد بيزود من الجين إكسبريشن لللايبو بروتين لايبيز هذا اللايبيز بيروح بيكسر لتراي إيسي لإجليسرايد هذا اللايبيز يعني الحل أعطي دواء من عائلة الفايبريك أسد ديريفاتيب الفايبريك أسد ديريفاتيب يخوانا زي الجيم في بروزل يعني أنا كنت أسميه الجيم في بروزل الجيم في بروزل من عائلة الفايبريك أسد ديريفاتيب هذا الجيم في بروزل إيش بيعمل بيروح بيزود الجين إكسبريشن تبع طلع الفايبريك أسد ديريفاتيب ممكن يتقول لي في بريك أسد أو في بريت زي زي الجيم في بروزل و الفينو في بريت يخوانا عشان تحفظوهن الفايبريت في أنا عندي فيب في أنا عندي فيب المهم إيش بيسوي الفايبريت بيشتغل ل البيروكزيزوم بروليفريشن اكتيفيشن ريسبتور ألفا أعيد الفايبريت إيش بيسوي الفايبريت بدخل داخل الخلية بدخل داخل الخلية وشغله داخل الخلية إيش بيسوي بيروح على اسبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتور اسمه بيروكزيزوم بروليفريت بروليفريتور اكتيفيتور ريسبتور ألفا منسميه بي بار ألفا بي بار ألفا هذا عبارة عن اسبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتور بيروح على الجين اللي مسؤول عن صناعة اللايبو بروتين لايبيز وبيزو بازو يعني بيخلي الجينات المسؤولة عن صناعة اللايبو بروتين لايبيز تصير اكتيف ويصير انهانسمنت لهادي الجينات فاللايبو بروتين لايبيز صناعته بتزيد بتزيد فاللايبو بروتين لايبيز اسمو لايبيز يعني بيكسر الvery low دينسي لايبو بروتين يخواننا هذا ملياني ما بيقدر يمشي لوحده في البلد ما بيقدر يمشي لوحده في البلد فبده بروتين هذا البروتين اسمه فبيجي اللايبو بروتين بكسر اللايبو بروتين الذي يحتوي على وحين اذا انا بقلل من 35 لخمسين في المية يعني بقلل بشكل كبير جدا لتراي ايسل اقلصار يعني من كل هذا بس بدي انا هذا السطر بس تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اخوانا انتو عارفين سفينويد طبعا انتو عارفين في انا عندي فرنة إثمويد سينويد مجزيلا السينويد السفينويد سينويد السينويد وفيه هاي اخواننا هذا وهي فوق الهايبوفيزيال فصة اللي رح يكون فيها هايبوفيزيال اللي هي البتويتري ايجلاند يعني هنا هنا رح تكون البتويتري ايجلاند يعني لو انا بدي ادخل بعملية على البتويتري ايجلاند لازم ادخل من السفينويد بون وادخل من واخترق واروح على البتويتري واعمل العملية تبعتي واعمل العملية ايش تبعتي طبعا اعتقد بدخله هيك اخواننا هيك مش هيك مش من تحت لا اعتقد اخواننا بدخله من النوز هيك طبعا لما بدو يدخل بدخل عادي من النوز لكن لما بدو يدخل على السفينويد لازم يخترق السفينويد لازم يخترق السفينويد وبعد كده يخترق كمان مرة الاسفينويد عشان يصل للبيتويتري ايجلاند بدخل من النوز لما بده يعمل عملية في البيتويتري طيب طلب اخوانا هاي الاسفينويد سيناصيز وهاي البون تبع الاسفينويد وهاي البيتويتري وهذا يا اخوانا هذا الأوبتيك كيازمة تمام البتويتري ممكن يصير فيها أدينومة من نوع برو لاك تينومة البرولاكتينومة أدينومة في البتويتري يتم إفراز بشكل كبير البرولاكتينومة أدينومة بتكون كبيرة في البتويتري فممكن تضغط على خلايا البتويتري نفسها يعني لو أنا هادي البتويتري هادي إيش البتويتري البتويتري فيها خلايا لصناعة الـ Growth Hormone فيها خلايا لصناعة الـ FSH خلايا لصناعة الـ ACTH خلايا لصناعة الـ LH و الـ FSH وخلايا لصناعة الـ ProLactin لو صار أنا عندي أدينومة في خلايا البرولاكتين فصار عندي أدينومة فكبرت خلايا البرولاكتين إيش كبرت فبتلاقي خلايا البرولاكتين بتضغط على الخلايا اللي جنبها فبتقلل من كفاءة الخلايا اللي جنبها إنه تصنع الهرمونات تباوتها غير كده هذه الأدينومة بتكبر بتكبر بتضغط على الأوبتيك كيازمة لما بتضغط على الأوبتيك كيازمة بتعمل لي خلل في الرؤية باي تيمبورال هيمي أنوبيا خلل في الرؤية من نوع الباي تيمبورال هيمي أنوبيا فأنا لما بدي أدخل على البتويتري عشان أعالج هذه الأدينوما لازم أدخل من النوز وأدخل على السفينويد بون بتويتري ماس بيعمل كومبريشن للأوبتيك كيازمة بيعمل باي تيمبورال هيمي أنوبيا لما أنت بدك تدخل بجراحة على البتويتري لازم عن طريق السفينويد لازم عن طريق السفينويد بدك تدخل من النوز على الأنتيريور انفيريور أسبق من السفينويد بون بعد كده بدك تدخل من السوبيريور من السوبيريور أسبق تبع السفينويد عشان تصل للهايبوفيزيال عشان تصل للبتويتري إجلاند بالظبط هاي من هنا بدك تدخل مثلا هيك بدك تدخل من الانفيريور من الانفيريور أنتيريور أسبق تبع السفينويد بون بعد كده حتدخل على السفينويد سيناصز فراغ بعد كده حتدخل سوبيريور سوبيريور تخترق طبعا أنت بدك تخترق السفينويد سوبيريور عشان تصل للهايبوفيزيال يعني البتويتري إجلاند يعني أنت بتخترق السفينويد بون بتخترق لي السفينويد وهي أصلا مبيني هنا يا إخوان مبيني من الرسمة واحد عمره 42 سنة عنده loss of the peripheral vision لما إحنا منقول loss of the peripheral vision يعني bi-temporal ما هو bi-temporal peripheral bi-temporal هي مانوبيا عشان أنا أعمل جراحة بدي أدخل على النوز وبدي أدخل على سايناص من هذا السايناص لسفينويد سايناص هاي يا إخوانا عشان بدي عشان أدخل هانا هانا على البتويتري عشان أدخل على البتويتري على البتويتري بدي أدخل من السفينويد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد طيب انفستيجاتور استاديينج انو البرونكيال سريكيوليشن صار إلو انترابشن في اكزامينال اكزامين اكزبيرمنتال انيمال يعني انفستيجاتور بده يعمل دراسة ويعمل انترابشن ل البرونكيال سريكيوليشن ويشوف إيش رح يصير في الانيمال إيش رح يصير بالضبط رح يصير خلل في النيوتريال تبعت التريكيال وال يخونا اطلع هنا بيقول لي اللانج تحتوي على داول داول سريكيولاتوري يعني تو بلاط فيزل بغذي اللانج البريكيال والبلمونري لما يصير أنا عندي خلل في البريكيال سريكيوليشن فإنه البلمونري هو اللي رح يكمل تغذية اللانج تمام البلمونري لكن لتريكيو إبريكيال إتري اللي رح يغذيها والفيزيرال إبلورا والهايلر للليمفنود البرونكيال يعني البرونكيال سيستم هو اللي رح يعطي الأكسيجين والنيوتريان للتريكيو إبريكيال للتري للتري للترمينال برونكيول للبلورال فيزيرال للهايلر أوف للمفنود فلما يكون أنت عندك خلل في البرونكيال سريكيوليشن إذن مش رح يكون عندك خلل في اللانج إنما رح يكون عندك خلل في التريكيال وول في التريكي يعني اللهم صلي وسلم وبرك على نبينا محمد شخص عنده إخواننا إكرونك أوبستركشن بالمونري ديسيز فأكيد يا إخواننا إكرونك أوبستركشن بالمونري ديسيز أثناء الإكس طبعا إكرونك أوبستركشن بالمونري ديسيز بيقدر يعمل إنسباييريشن عادي لكن أثناء الإكسباييريشن بيصير أنا عندي كونستريكشن للبرونكاي فما بيقدر يطلع النفس أو ما بيقدر يعمل إكسباييريشن بالشكل المطلوب بالشكل إيش المطلوب فأنا إيش بدي أعمله إبرونكو ضيليتور بس بدي أعمله إبرونكو ضيليتور وفي الكرونيك أوبسترقشن بالمونياري ديسيز بلاقي ممكن ألاقي يا أخواننا ميوكس كتير طب إيش بدي أسوي بدي أجلل إفراز لميوكس طب أنا إيش أعطيت له أعطيت له القلب ندازل البيوتيرول البيوتيرول عبارة عن بيتا أجونست بيعمل إبرونكو ضيليتور لكن يا أخواننا أنا ما نفعش معاه بس دوة واحد بدي أعطي له كمان دوة إيش ممكن تعطي له كمان دوة مص كرينيك بلوكار ممكن تعطي له يعني بدك تعطي له كمان دوة هذا الدوة بيرتبط على ريسبتور المص كرينيك ريسبتور وبعمله إيش إبلوكار يعني بدك تعطي له كمان مص كرينيك إبلوكار واحد قال لي ليش ما عطيت له لوكوترييني ريسبتور بقول له اللوكوتريين إدرج كنا نستخدمها للأزمة اللوكوتريين كنا نستخدمه للأزمة تمام طيب ليش ما عطيت له الفوسفودياستيريز مع أنه الفوسفودياستيريز إنهيبيتور بقدر أستخدمه الفوسفودياستيريز إنهيبيتور بعمل برونكو ضيليتور بقوله الفوسفوضاي استيريز باستخدمه في الريفراكتوري بيريود في الفوسفوضاي استيريز انهبيتور باستخدمه في الريفراكتوري بيريود يخوانا باختصار واحد عنده إذن مش رح يقدر يعمل بالشكل المطلوب ليش لانه رح يعمل يصير عنده كونستريكشن اثناء الاكسباييريشن طب ايش الحل الحل بدك تعمل فانا اول ايش اعطيت له يعني هو مش انا اعطيت له هو بياخد البيوتيرول بس البيوتيرول عبارة عن يعني بياخده لما يصير مش قادر يطلع النفس يعني بياخده لما يتعب لانه البيوتيرول بياخده لما يتعب كل ما يتعب بياخد البيوتيرول كل ما يتعب طب انا يا اخوانا بدي اعطيله كمان دواء بس لونج اكتنج ولمدى الحياة هذا الدواء بيشتغل على المص ماس كارينيك ريسبتور طيب واحد قال لي ممكن تعطيله ماس سيل دي جرانيوليشن يا اخوانا هذا في الازمة في الازمة و اقول لكم مش في الازمة في الازمة يعني في الاليرجي يعني انا غلطت في الازمة هي الاصل في الاليرجي و في الانافيلاكسز مش في الازمة حتى في الاليرجي في الاليرجي تمام تعالوا نقرأ السؤال واحد عمره 35 سنة 65 عنده shortness في البيوتيرول هو smoker هو بياخد البيوتيرول as needed يعني وقت الحاجة عنده weezing عارفين ايش عن weezing يعني اخوانا لما بدي يعمل inspiration هاي يعمل inspiration بالشكل المطلوب لكن لما بدي يطلع النفس ويعمل expiration عارفين كيف بيعمل expiration مش قادر يعمل expiration نتيجة constriction فبيصير عنده weezing اثناء expiration شايفين الفن الفورست expiration value صارت 55 قبل السنة كانت 65 صارت 55 expiration value كانت 65 صارت 55 شايفين يا اخوانا يعني ال expiration value اتأثر فانا بدي اعطي له mascarinec blocker يا اخوانا هذا السؤال بس بدي منه هدول الكلمتين بس واحد عمره 76 سنة كان يا اخوانا يشتغل فيه الكول مينار هو متقاعد يعني ما هو 76 سنة متقاعد بس كان يشتغل فيه مناجم الفحم يخوانا مناجم الفحم فيها سيليكا مناجم الفحم فيها سيليكا فهذا الشخص سنوات طويلة وهو بيشتغل فيه هذا مناجم الفحم فصار عنده سيليكوسز هذه السيليكوسز بتعملي انيومو كونيوسز فبتعملي يعني بتعملي انترستيشيال لانج ديسيز انيومو كونيوسز انترستيشيال بالمونري فاي بروسز وي امبيرمنت للانج فانكشن طلع السيليكا بتعملي عن طريق طبعا كيف بتصير انهيلر للسيليكا بتصير فيه لبرونكيول تمام بس المهم بتعملي انترستيشيال لانج ديسيز هالحين يخوانا كيف بتصير العملية الواحد بعمل انهيل انهيلر لا السيليكا كان يشتغل فيه منافج من الفحم فكان يعمل انهيلر للسيليكا بعد كده هاد السيليكا رح تروح على الابيثيليل والماكروفيج وتعملي اكتيفيشن لالانف لامازون اكتيفيشن لالابيثيليل والماكروفيج بصير يفرز الميدياتور هدول الميدياتور زي الانترلوكين واحد الانترلوكين تمانية لتيوم النكروسيس فاكتور دولا الميدياتور بعملوا اكتيفيشن لالفايبورو بلاست الفايبورو بلاست بتعمل ديبوزيشن للكولاجين وبصير انت عندك فيبروسيس وبصير انت عندك ايش ديبوزيشن للكولاجين وفيبروسيس فبتلاقي في اللانج في حاجة منسميها سيليكا نوديول في اللانج سيليكا نوديول هيا هاد السيليكا نوديول بتلاقي كلاجين في النص بتلاقي انفلاماتوري ري اكشن نو اوفن اكستنسيف لانه المرض بيكون كرونيك على مدار عشرين تلاتين سنة فاكيد الانفلاميشن حب شوية 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 المشاكل بتكون شوية شوية كرونيك بتلاقي فيبرو بلاست اللي راح تصنع لك الكولاجين او الفايبرين فرح يصير عندك فيبروسيس نتيجة كولاجين دو بوزيشن راح تلاقي دست ليدن ماكروفيج يعني الماكروفيج عليها سيليكا يعني الماكروفيج عام لانغالف مثل السيليكا تمام المهم لما انا عملت لانج بيوبسي لقيت في السهم هذا السهم هذا عبارة عن ايش كولاجين ما احنا توأخذناها يا اخوانا لسا هيا الفنوس كولاجين فالسهم هذا كولاجين حواليه بتلاقي ماكروفيج ليدن ماكروفيج بتلاقي فايبرو بلاست زي ايك هادي اخوانا منسميها سيليكا نوديول طبعا اخوانا بصراحة الرسمة طبعا وهي كمان سيليكا نوديول هاي كمان سيليكا نوديول في النص كلاجين واحد عمره 76 سنة بشتغل في الكول مينار عنده شورتنس في البريثين صار عنده ويتلوس وعملنا له تشستري يا اخوانا خلاص بما انه بشتغل فيه الكول مينار اذا بتعرض للسيليكا اذا بصير عنده سيليكوسيز اذا بصير عنده سيليكا نوديول اذا هذه عبارة عن كلاجين طيب اخوانا انا من هذا السؤال يلي بعرف وين شفنا هذا الدواء انا مني بدي اعطيله 20 شكل طبعا 20 شكل مبلغ ضخم بده اسمع يلي بعرف هذا الدواء وين شفناه الو مني البدو اياه هذا دواء ابو بوز بو زين تان عارفين البوز تان كيف الواحد يحفظه بوز بوز تان بوز بوز تان هذا هذا الدواء هذا الدواء وين شفناه تذكر بالضبط شفناه اخوانا مع الدكتور هاني في البلمونري هايبر تانشن في البلمونري هايبر تانشن كنا نعطي البوز عبارة عن اندوثيلين ريسبتور البلوكار الاندوثيلين اخوانا انتو عارفين الاندوثيل يلسل بتفرز الاندوثيلين الاندوثيلين بيعمل فانت لما تعمل بلوك لالريسبتور تبع الاندوثيلين إذن إنت عملت إبلوك للفازو كونستريكشن طيب فالبوزين ثان البوزين ثان إبلوك إبلوك للإندوثيلين ريسيبتور وهي الشخص عنده بلمونري هايبرتنشن بلمونري هايبرتنشن اللهم صلي وصلم وبارك على نبينا محمد طيب يعطيكم العفية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته